دينة غزة في الشمال وبالتالي خضر ربما يعطينا التفاصيل أكثر الضغط كله على الجنوب خضر لكن أنت موجود أيضا في منطقة ساخنة ودائما كنت من مستشفى المعمداني لأدري المنطقة المتواجد فيها الآن تنقل لنا التفاصيل نعم محمود الغارات الإسرائيلية وخاصة من الطائرات الحربية الإسرائيلية تتكثف على المناطق الجنوبية من قطاع غزة وتحديدا إلى الشرق من مدينة خان يونس وأيضا وسط مدينة خان يونس قبل قليل أفدنا بتقدم الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية من منطقة القرارة والتي تقع إلى الشمال الشرق من مدينة خان يونس ووصلت إلى الطريق الرئيس وهو طريق صلاح الدين والآن هي في اتجاه المناطق الجنوبية لخان يونس حيث تتقدم هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية وسط أيضا تغطية وكثافة نارية من قبل الطائرات وأيضا من هذه الدبابات ومن الرشاشات التي على هذه الدبابات في تلك المنطقة هذا التوغل هو يتم في هذه اللحظات من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية والتي كانت تتواجد في منطقة الشريط الحدودي إلى الشرق من مدينة خان يونس هذه الدبابات تسير وفقا لعدد من الذين تواصلنا معهم وسط تغطية نارية كثيفة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية مدينة خان يونس بصراحة قد تعرضت في ساعات صباح هذا اليوم إلى أحزم نارية كثيفة ما أدى إلى سقوط على الأقل ستين ضحية والعشرات أيضا من المصابين في تلك المنطقة والذين تم نقل عدد منهم إلى مستشفيين ناصر والأوروبي في خان يونس